السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله وعوش لكم مبروقة اليوم سنوجد معكم مملاحات بعجينة واحدة وربعة الناكهات اللي متواجدين عندنا في المنزل كي يأتيوا الصراحة رائعين ولدات سنحمقوا عليهم ووليداتكم سنحمقوا عليهم فتتهم ونتمنى أنكم تجربوهم وتبعوا الفيديو حتى الآخر لكي تعرفوا المقادر اليوم ونبدأوا على بركة الله بالنسبة للمقادر فأنا درت كيلو ديال دقيق وكنحتاج ليه كاس عامر ما بين الزبدة والزيت تقدروا تديروا الزيت البلدية أنا ما توفراتش عدي درت نسبة كاس ديال الزيت الرومية ونسبة كاس الأخر الزبدة مدوبة وكنحتاج هنا يا مادية البصلة وبالنسبة له الكاس فدرت فيها كاس ديال مدافي دفت ليه خميرة ديال الخبز وخليه تحت التفاعل ومن بعد كنحتاج معرقة صغيرة ديال البزار معرقة صغيرة ديال ملح وثلاثة ديال فصوص ديال التومة ولا مطارد دابة كن بدف العجينة كنضيف لها زبدة مدوبة والزيت كنضيف لها المادية البصلة وكنضيف معرقة صغيرة ديال الفزار معرقة صغيرة ديال الملح ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم وإلا كان عادكم توم مجفف أحسن وحتى بالنسبة للبصل إلا كان عادكم مجفف توم زيان ثلاثة ديال الفصوص ديال وكان نضيف جوج معرقة صغيرة دياله مطارد كان بسبست الشي كامل كاحتى تطيت خليات الزبدة واثة المقادر في الدقيق كان بقى نبسبسهم مزيان على هالطريقة حتى تجانس لها المقادر مع بعض ديالت خلياته ودخلها في الدقيق ومن بعد كان نضيف ذاك الخميرة اللي خليتها في الماء اللي دوبتها في الماء وكان بقى نضيف في الماء بشوي بشوي الماء يكون غير بحرارة المطبخ مع دباء مع كينة الحرارة ذاك الشي لاش وباش متخمرش ليها العجينة بزيف وبالنسبة للخميرة فهي اللي كتخلي لنا تتقرمشها في المملاحات يالي كتدل لنا تتقرمشها هذا وصر ديال هاد المملاحات هادو باش يجونا ناجحين ومحرمشين نستمر لها الطريقة حتى نحصلوا على هاد العجينة ما تكونش قاصها وما تكونش ثاني مرخوفة بزاف كيف كتشاهدوا معي في الفيديو من بعد كنقطعها على ربعات القيطاع وكنجيبوا النكاهات على حسب الضوء كل واحد والنكهة اللي كيبغي أنا غادي ندير فيها الهريسة النكهة اللولة غادي ندير الهريسة ومع القاة كبيرة ديالة حميرة وبالنسبة لنكهة التانية غادي ندير فيها الزعتر مطحون مع القاة كبيرة ديالة الزعتر مطحون وبالنسبة لنكهة التالتة غادي نضيف لها الفرماج محقوق وزيتون مطحون غادي نضيفه في النكهة الرابعة صافي من بعد موجتهتنا كهات كاملين بالنسبة لنكهة اللي فيها الزيتون هجينة اللي درت فيها الزيتون نضيف لها مع القاة كبيرة ديالة الزيتون الزيتون معاك يكون ميدم يطلق لنا العجينة ضروري نضيفه معاها شوية ديالة الزيتون وإلا كان الزيتون عدنا مسوس ضروري نضيفه شوية الملح أنا الزيتون كان عدي مالح ذاك الشيء عليش ما اضفتش الملحة وجاني هو هاذاك وبالنسبة للعجينة اللي درت فيها الهريسة فحتى الهريسة تطلق لنا العجينة نضيفه لها شوية دقيق باش ما تجرش لنا العجينة بزاف كيف كتشاهدوا معي في الفيديو كنحصلوا على هذه العجين بهتشكل هذا صفي وتنغطيها ببلاستيكة باش تطلع لنا في هذه الخميرة ويجونا هاد المملاحات ناجحين كنستمر على هاد طريقة حتى كنسالي ذوك النكهات كاملين وبالنسبة لنك هذه الزعتر والفرماج الفرماج العار في نقي يكون مالح اما بالنسبة لنك هذه الزعتر كنضيفه لها شوية الملح باش نعدبلو المضاقات ما بيناتو موسيقى من بعد ما دخلت هاد النكهات كاملين ننفيذوك العجينة سوف ننزل الطريقة ديال الطياب بالنسبة لطريقة ديال الطياب فكنا ناخد العجينة النكهة اللولة اللي نكهتها ديال الزيتون الزيتون الاسود كنجيبها كنقطعها على حسب باش نروليها كنقطعها لقطع صغار كيف كتشاهدو في الفيديو طريقه واضحة من بعد ما نقطع هاد العجينة اللولة ديالي كاملة كنبدروليها وكنكنو نجد اللاطا اللي قد ندخلها الفران ونستف في هاد العجينة اللي روليتها نستفهم من اللاطا اللي قد ندخلها الفران حتى نسالي هاد العجينة اللي عندي كاملة ونفس الطريقة غاد نديروها حتى العجينة الاخرى اللي نكهت بالنكهات الاخرى من بعد ما كنطيبوهمش غير كنصهدوهم في الفران وكنخرجوهم يعني ما كنخلوهمش حتى كيتحمرو لنا هيتصهدو لنا شوية ونخرجوهم ونقطعوهم ونكملو لهم طياب ديالهم وهنتم ما غتشوفو كيفاش غاز ندير لهم في الفيديو غير تبعو الفيديو حتى الاخر ورا غتعرفو التفاصيل ديالو را واضحة كاملة وكنتمنى ان هاد الفيديو نال اعجاب ديالكم وكنتمنى ان هاد المملحات هم ما يعجبوكم صراحة مجربهم ماشي مرهم ماشي جوج الوليدات ديولي كيحمقوا عليهم وديما كان صوبهم ليهم غير جربوهم على حسابي كيجو ساهلين وكيجو لداد بهد النكهات هادو انتو ما يتقدرو تنكهم بالنكهة اللي بغيتو من بعد ما دخلتهم الفران تسهدو ليه واحد خمسة عشر دقيقة او الاقل لبعشرة دقيقة الى كان الفران بارد كيف كتشاهدو راني ما طيبتهم شغير حسيت بيوم غير منيين كينشفو صافيت تتخرجهم من الفران وتخلوهم يبردو شوية ونقطعوهم بالمقص على هات الشكل هادا حتى انساليو اا دوك الاااا هتانساليو هاد العجينة ديالنا كاملة صافي كنتقوم نقطعو فيهم على هاتطريقة هاذي كيجيو الصراحة رائعين كنتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي التعليق ديالكم ومن بعد ما ساليتهم في التقطاع كنستفهم في الطاول اللي قد ندخلها الفران وكنت شعل عليهم غير من التحت ما نشعلوش عليهم بالفوق باش ما يتخطفوش لي في الطياب وكنخليهم مرة مرة كنحرقو حتى كيتحمرو لي را منين تحسو بهم قساحو صافي خرجوهم الفران ونفس الطريقة كنديروها من اللحة الاخرين كنقطعوهم تهم مياه بنفس الطريقة وكنستفوهم تهم مياه في اللاطا وكندخلوهم الفران يطيبو لنا على خاطرهم والعافية تكون مهي لما تكونش مجهدة باش يطيبو لنا من الداخل وما يبقوش لينا معجنين الصراحة غير جربوهم راه كيجيو ناجحين مياه في المياه صافي خرجو نستمرو على هات الطريقة حتى تنسى ليو هاد العجينة اللي عدنا كاملة تنسى ليو المملاحات كاملين ومن بعد غدي نوريكم شكل ديالهم في الاخر كيف كيجيو وهادو هم المملاحات ديالن بعد مما طابو لنا كيجيو الصراحة رائعين كيجيو لداد بززاف كيجيو مقرمشين غادي تحمقوا عليهم وغاي حماقوا عليهم حتى ولداتكم كنتمنى أنكم تجربوهم وما تبخلوش علي بالنجام لكمونتر وبرتاجيو الفيديو لأهل ديالكم والأصحاب وإلى اللقاء في فيديو القادم إن شاء الله موسيقى إلى اللقاء في الجهة حتى وجدوه وتعالى س impacted يا الله مولانا يا الله مولانا الله صل على النبي يا الله مولانا يا الله